يمكن من الأخبار المفرحة النهاردة تعافي محمد الشناوي من الإصابة الإجهاد بالعضلة الخلفية ومنهاردة الحمد لله شارك في ميران المنتخب كامل كمان أيضا حمدي فتحي اللي تعافى أيضا من الإجهاد في العضلة الخلفية كمان أحمد حجازي إن شاء الله يكون له دور بكرة مع بقية زملائه في المنتخب وزي ما حضراتكم عارفين تأكد غياب طبعا النجمة أيمن أشرف بسبب الإصابة بجزع في الرجبة وبيواصل تنفيذ برنامجه التأهيلي في قطر قبل بس ما أتكلم على هذه الأمور أو على بقية الكلام اللي أنا عايز أتكلمه مع حضراتكم من نسبة الحمدي فتحي ومحمد الشناوي زي ما حضراتكم سمعتوا الكلام مبارح أو أول مبارح في مكالمة الكابتن سهد عبد الحفيز في مكالمة كانت طويلة جدا هنا على شاشة قناة النادي الأهلي في بيتكم البيت الكبير كلم الكابتن سهد عبد الحفيز وقال إن كان هناك مكالمة طويلة ما بين الكابتن سهد عبد الحفيز مدير الكرة في النادي الأهلي واللي شايفينه أمام حضراتكم كابتن واقل جمعة مدرب أو مدير المنتخب الحقيقة المكالمة اللي كانت بينهم كان هناك اتفاق على أن اللاعب اللي حيلعب مباراة مصر وتونس إن شاء الله كان الكلام ده من يومين اللاعب اللي حيلعب مباراة مصر وتونس هيكون لاعب مؤهل إنه هو يلعب 100% مش 99% يعني حضرتك لو لقيت الشناوي بكرة تعرف إن الشناوي 100% موجود لأنه 100% مؤهل إنه هو يلعب طبيا وبدنيا نفس الكلام بالنسبة لحمدي فتحي نفس الكلام بالنسبة لأحمد حجازي وبالتالي ده الكلام اللي كان الكابتن سيد عبد الحفيز بيطالب بيه الكابتن واقل جمعة الحقيقة أول مبارح وفي نفس الوقت الكابتن واقل أكد على هذا الكلام وقال للكابتن سيد عبد الحفيز إنه لن يلعب غير اللاعب الجاهز 100% فزي ما حضراتكم شايفين ده جزء من تمرين المنتخبنا الوطني زي ما احنا شايفين أحمد حجازي هو موجود في التمرينة أيضا حمدي فتحي ومحمد الشناوي هو بيتمرم مع الفريق وبالتالي بكرة هنشوف مين اللي حيكون متواجد مع القائمة الرئيسية اللي حتلعب بكرة أو الحداشر اللي حيلعبوا بكرة في هذه المباراة الهامة جدا الحقيقة مباراة مصرية تونسية بنعتبرها الحقيقة مصرية مصرية لأن توانسة كلهم إخواتنا وإحنا كلنا بنعتبر أن هذا البلد هو كلنا واحد الحقيقة سواء المنتخب التونسي أو المنتخب المغربي أو المنتخب الجزائري كل المنتخبات أو كل المنتخبات الخليجية لأننا في الآخر زي ما حضراتكم شايفين كلنا قريبين من بعض وكلنا بنحاول نحن نكسب هذه البطولة جو الملعب ولكن تظل العلاقات المصرية العربية الحقيقة زي ما حضراتكم عارفين هي علاقات رائعة جدا 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 وهي دايما اللي حتظل بهذا الشكل